المستجدات التي تعيشونها يومين هو إن شاء الله تبارك وتعالى الحجر الأولوي فشل عقاد القمة العربية وهو يؤشر على أمر ذيبال كان موجودا لكن المغرب اكتسب الجرأ لكي يعلنه عمليا أن جامعة الدول العربية قد ماتت رحمها الله صلوا عليها صلاة الجنازة لم تستطع أن تصدر قرارات لرفع الظلم عن فلسطين ولا لجمع الكلمة بين الفلسطينيين ولا للدفاع عن أهل السنة في العراق ولا للدفاع عن ملايين المهجرين في الشام ولا عن الدفاع عن صنعاء التي أخذتها إيران وصارت تطل على باب المندب ولا على الليبيا التي دخلتها داعش وصارت أوروبا وأمريكا تقصف من السماء جو الأراضي المغربية إذن المستجد الأول كان موجود لكن أظهره المغرب بجرعة هذا المستجد الأول المستجد الثاني أن التوغل الصفوي بدعم الميليشيات الشيعية وروسيا وتواطو أمريكا وصل إلى خطر داهم يتهدد الأمة فالمستهدف هو الإسلام حتى يحقق حلمه في تجزيء المجزأ وتقسيم المقسم ليستمر فيه من عملية سيكسبيغ الثانية والآن قد وضعت على الأرض وهي الآن على قدم وساق يعمل بها على الأرض العراق ثلاث دويلات تحققت عن طريق ما يسمى بدستور بريمر الذي بنى الدستور على أساس الطائفية سنة شيعة أكراد فالأكراد لهم دولتهم والسنة قزموا في أرض ليس فيها أي معدن وبغداد يدخلها الإيراني يتجول كيف يشاء أم السنة فلا يستطيع أن يدخلها إلا بكفيل بغداد حرمت الآن على أهل السنة عندكم الخبار لو ما نجي تقسم بالله وتمشي البغداد لن تدخلها العراقيين من أهل السنة حرمت عليهم بغداد بعد أن أهجر أهل السنة منها هذه بغداد مشات العراق المشروع الصفا ووصل إلى اليمن وصل إلى سوريا أخذها ووصل إلى الحدود تركيا تركيا مهددة الدولة الإسلامية الناجحة نموذج الإسلام الناجح تركيا مهددة سعودية محاطة كل حدودها مع الدول كلها وفي شرقها هناك الشيعة والآن المستهدف الآن السعودية سيسي مصر بوابة العالم الإسلامي للحرية بيع في سوق النخاسة وأصبح يخدم الأجندات الصهيونية في البلاد فلم يعد متحالفا مع السنة ولذلك غيرت السعودية التي حست بالخطر هي لرعيش الخطر ما عندنا ما نقولها في الأول الملك الفيت ما عندنا ما نقوله الولا ما شاء عند ربي كان يعاون السيسي وكان يعاون الحوثيين في اليمن هذه غنة إيش هذه غنة إيش الآن أحست بهذه المشاكل التي تتهدد أمنها القومي ماذا دارت؟ ماذا دارت؟ ماذا دارت؟ إن شاء الله تبارك الله تعالى؟ الآن دارت حلف جديد الحلف الجديد ما كون لي ما فيه؟ تركيا وقطر حلف ثلاثي تركيا وقطر والسعودية هذا الحلف الآن مشكلته أنه يتحرك بناءً على قيادة أمريكية فهو مكبل بالأجندات الأمريكية وهذا الحلف بهذه القيادة لا يمكن أن يحقق تطلعات الشعوب في التحرر وخاصة أهل السنة الذين يذبحون ويبادون لا يمكن لأن أمريكا والغرب في المعاهدة الأخيرة مع إيران معاهدة السلاح النووي السر فيها هو اقتسام العالم العربي نفوذاً بين إيران التي يعطى لها دور الشرط هناك والغرب فليس هناك أأمن لمصالح الغرب في العالم الإسلامي إلا إيران الصفوية التي كانت تظهر في الإعلام أنها عدوة من خلال شعاراتها لكن تحت الطاولة كان هناك التنسيق في إفغانستان لضرب طالبان ولم تسقط طالبان إلا بإيران والعراق لم يسقط إلا بإيران وعطت أمريكا العراق سلمته لإيران الشر معروف إذا في المستجدات وأسمه مستجد الأول جامعة العربية مت المستجد الثاني وأسمه الخطر الماحق بأهل السنة زيد الذي عملته السعودية هل يكفي مزيان لكن بقيادة أمريكية مكبل وفق الأجندات الأمريكية من الذي ينبغي الآن أن نقوم به نحن إن شاء الله لقلكس مخصناندين إن شاء الله تعالى في مواجهة هذه الهجمة الشرسة ضد أمة رسول الله السعودية يفكرون الآن في حلف آخر لن يكون تحت قيادة أمريكا حلف رعد الشمال أكنت سمع أليه أسمع أليه فيه باكستان النووية فيه ماليزيا إندونيسيا ذهبت إلى الدول الإسلامية في بعض الدول التي هي ضد هذه الانقلابيين هذا حفتر وهذا السيسي وهذا بشار وهذا عبدالله صارح وهذا بعض الدول فلما بدأت سعودية تجمع أمرها لأن الأمر جد سمعنا في التأيام أن أمريكا وروسيا يتحدثون عن اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا لأن قضية جمع الأمة وإعلان الجهاد لا ينبغي أن يكون في عرف العداء يخافون عن تجتمع الأمة تحت ضربات أعداء الله في أرضنا وشفك دمائنا فلقد بلغ السيل الزباة وإن أمة محمد تحتاج فقط إلى قيادة فإذا تحركت الحرمين أرض الحرمين ووفرت البيئة والغطاء السياسي لجمع المسلمين من أهل السنة في أقصى الدنيا لا توافدوا لحرب عالمية ونرأيت أمة محمد ترفع لواء الجهاد الأمة ككل بقيادة وهذه نهاية المشروع الصهيوني الأمريكي الصفوي الملاعين لماذا؟ لأنهم يضرم ضبطنا ضبط الشعوب حتى لا تتحرر في إرادتها الحكام هم من ينصبوهم والأنظمة العسكرية علاقتها معهم تخيل لو كانت نضي الأمة وتنقلب المعادلة وينودي المسألة للشعب ولا أسكر يا الأمة اللي كان موجهة للشعوب يتحول لمواجهة أعداء الله الذين يقتلوننا أي خلخلة في العلاقات الدولية كلها التي تروم القضاء على السنة فإذا بأهل السنة يجعل الله تعالى في هذه المحنة منحة فيشاء ربك أن يجمع هل نحن نتفائل إلى هذه الدرجة؟ لا نقول لكم أنا ليش إننا هذا لكن هل نتفائل نحن إلى هذه الدرجة؟ علاش لا لا هل نتفائل لهذه الدرجة؟ فلو أنه خرج في الأمة قائد ثم قلب الطاولة وقال كما قال فيصل أقسم بالله لن نخرج برميل نفط قال على الاستفيل الأمريكي أقسم بالله لن تخرج أرض سعود يا بئر برميل إلا إذا أخرجته لصالح تحرير فلسطين فقتل بعد ثلاثة أيام تخيري جينا واحد القائد بحالها كذا في هذا الوقيت والشعوب ماشي بحال ذي كل مرة أرتفع لوعيدي لها ونهضت سيحدث تغيير عظيم وأنا أقول شاء الله تعالى واجبنا واجبنا الآن وأهل السنة في الدنيا كلها أن يقفوا مع السعودية في هذا الوقت لأنها تمثل أهل السنة والحلف السعود التركي القطري ينبغي أن يثبت ويدعم في وجه هذه الهجمة التي لا طاقة للأمة بها هذه اللولة فلينسى الإنسان ما كان هذا واقع جديد واجب الوقت أن نقف الآن مع أرض الحرمين بغض النظر عن القيادة ألاش؟ لأنها الآن تريد تحرير الأمة من مشروع الصفو الذي وصلها إلى ديارها بيت الله الحرام وحرم النبي كالقدس هذا حرام فعلى الأمة أن تقف مع هذا الحلف ثانيا نتمنى لهذا الحلف أن يتوسع زيد ثالثا أن يخرج من عباءة الغرب والصفوين أن يتحرر فلو أنه خرج من عباءة الغرب زيد وتحرر وتوسع لا تشهد العقد القادم من تعشر سنين جاية لشاهدت لشاهدت الأرض تغييرا في ميزان القواء ستصل آثاره إلى أقصى نقطة في العالم لا يبلغنا هذا الدين وما بلغ الليل والنها حسبكم هذه الدماء التي تسلت على الأمة ستكون عندها إن شاء الله المقابل لابد لابد ولكن ستكون عندها تغيير واسمه تغيير عظيم لأن هذا الشيء الذي سنعيشه هو ذيل هو نتاج أنت عوش حال من قرن تلتقرون ذيل الذل والاستعباد من قبل الغرب والصهاينة لا يرفع إلا بهب لها قيادة لها وعي لها استراتيجية تعرف العدو تعرف الصديق ثم تزن كل عدو بميزان ما يملك من قوة فتهادن البعض في هذه اللحظة وتهادر الآخر في هذه اللحظة تحارب هذا تسالم هذا لكن استراتيجية هي حياة الأمة من جديد فنسأل الله تعالى سبحانه أن يطيل أعمارنا حتى نرى ثمرة عودة الأمة